الكلام حول الأملاك البحرية يفتقد للمعايير العلمية أو القانونية أو الموضوعية المعتمدة من قبل الدولة هكذا وصف الوزير السابق غازي العريض وقع الأملاك العمومية البحرية خلال ورشة العمل التي نظمها الحزب التقدمي الاشتراكي برعاية رئيس الحزب وليد جونبلاط وحضور عدد من الاختصاصيين والمعنيين بهذا الملف ما أرجوه في هذه المناسبة أن يصوب مسار النقاش حول الأملاك البحرية وما هو المردود المرتقب استنادا إلى ما هو قائم قانونيا والمرسيم المعتمدة وما هو مطلوب وقد طرحنا ما هو مطلوب بالأمس في جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموزن وأوضح مدير عام النقل البحري والبري عبد الحفيظ القيسي أن الإنشآت على الأملاك البحرية لا تتعدى الخمسة بالمئة والإنشآت الأخرى تمت على عقارات خاصة وكافة الأملاك الخاصة والأملاك العامة البحرية على ابتداء الشرط اللبناني تم إجراء تحديد وتحرير لها وبالتالي اليوم يعتمد الخرائط التي هي صادرة من الدوائر العقارية لتحديد حدود الأملاك العامة البحرية بدوره دعا الباحث في الإحصاءات محمد شمس الدين إلى إعادة النظر بتخمين المتر مربع وزيادة نسبة الإيجار جبنا من 4 مليون من 4 مليار إلى 15 مليار يعني كل هذا الشط المستباح من الشمال لجنوب رح يجيب لكم بالسنة 10 مليون دولار وختمت ورشة العمل مع عضو جمعية بيروت مدينة دكتورة مونة فواز التي شرحت رؤية الجمعية في هذا الموضوع والخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية ترجمة نانسي قنقر